سؤال ثالث مقدار الدية الشرعية في الإسلام مقدار الدية الشرعية في الإسلام مئة من الإبل وهذا هو الأصل وهي على أهل البقر لو حد ما عندوش إبل وعندو بقر يبقى مئتين مئتا وعلى أهل الشاه ألف شاه وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة إثنى عشر ألف درهم وقيمة الإبل والذهب بتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وتغير الأسواق وأيضا بتختلف باختلاف عملة البلد كما لا يجوز لولي الأيتام والقصر أن يتنازل عن شيء من حقوقهم لغير مصلحة عائدة إليهمهم ومن فعل ذلك وتنازل فقد فرط وتعدى وعليه أن يطالب لهم بحقوقهم كاملة غير منقوسة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر